بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى احنا في الحقيقة لما تكلمنا عن الإدمان ما كناش نويين نتكلم عنه في حلقة وخلاص احنا كنا متعودين ان احنا في الحاجات المهمة نستمر فيها في الكلام وعشان كده احنا شايفين ان قضية الإدمان هي قضية نموذجية نموذجية عشان نعمل ايه نموذجية عشان نعرضها واحنا بنتكلم عن الأخلاق لأن الإدمان في الحقيقة هو محصرة قصور في العيش بالأخلاق الإدمان هو تراكم تراجع أخلاقي تراجع أخلاقي في قيمة الرحمة تراجع أخلاقي في قيمة المسئولية تراجع أخلاقي في قيمة التراحم في قيمة التواد في قيمة الدعم والمساندة فهذا التراكم بيوصلنا في الأخ خالص إلى حالة الأدمان اللي هي حالة أخلاقية حالة أخلاقية مش بس عشان أثرها هي في ذاتها شيء غير أخلاقي شيء فيه كثير من الإسراف شيء فيه كثير من العنت من التعب من الآلام من الأوجاع اللي جاية من التقصير في التنشئة التربوية والأخلاقية احنا لازم نعترف أن الأخلاق هي مصدر النور الإنساني في حياتنا ولما لاقي ظاهرة ظاهرة الإدمان دي لازم نعرف أن احنا عندنا مشكلة في التنشئة لأن الأخلاق هي حافز ما اللي حافز له ويشغف ما اللي شغف له فإذا احنا وصلنا إلى حد الإدمان فيه أكيد فقد الشغف للحياة المتزنة والمستقرة والمنورة جاء من فقد الدعم الأخلاقي فيه حاجة اسمها الوازع الأخلاقي فيه حاجة اسمها الداعم الأخلاقي فيه حاجة اسمها السند الأخلاقي ده كله بيختل لما نيجي نوصل لقضية الإدمان ولذلك لما جئنا نعرف الإدمان وتكلمنا عن الإدمان نتكلمنا عن الإدمان بفهوم الواسع الإدمان هو أنه واحد أصرف على نفسه فترك تسكية النفس لأن تسكية النفس من الأمور اللي بتضمر للإنسان النجاح والفلاح في أمور حياته الأولى وحياته الآخرة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن الأخلاق هي جوهر هذا الدين ليه جوهر هذا الدين جوهر هذا الدين لأنها في الحقيقة هي الصيانة للحياة بالدين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يبقى الأخلاق هي الصيانة الدينية لحياتنا ولذلك لما بيحصل خلل إيه اللي بيحصل حياتنا كلها بتختل مش بس الدين مش حياتنا الدينية اللي بتختل الحياة كلها بتختل وعشان كده زي ما كان العلماء بيقول إن الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين أنا بقول كذلك الحياة كلها خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في حب الحياة زاد عليك في سعادة الحياة زاد عليك في جمال الحياة ولا شك إن الإدمان من زيادة في الخلق ولذلك هي نقص في الحياة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبغض الإدمان والمدمنين أقصد بالمدمنين المصرين على الإدمان المصرين على الاعتماد على المخدرات لكن الناس اللي بتحاول لا ده ربنا سبحانه وتعالى يكون سندهم ومددهم لأن من تقرب إليه شبرا أو الشخص اللي بيحاول يتعافى ويخرج من الإدمان يدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم من تقرب إليه فيما روع الرب العزة من تقرب إليه شبرا تقربت إليه زراعا لابد إذن لازم نفهم ده ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عشان تتربى فينا الأخلاق اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن يبقى الخلق الحسن هي أداة المحو وكأنه هي دي التفسير الصحيح لقوله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات يبقى حسن الخلق يذهب سيئات الحياة بس عايز أفكر حضرتكم أن غاية إرسال الرسل هي إرسال الأخلاق اللي بتحمل للإنسان الخير والنور والرحمة والجمال وعشان كده حضرت النبي قال إنما بيعسته لأتمم مكارم الأخلاق يبقى نحن لازم نفرم إن إحنا زي كنا عايزين نحصن أولادنا ضد الإدمان وعايزين نساعدهم إنهم يخرجوا من الإدمان ما قدامناه إن إحنا ندعم الأخلاق وإحنا قبل كده تكلمنا عن إن الأخلاق ليه فيها ثلاث مكونات القيمة والنية والسلوك وعشان كده لازم نعرف إيه علاقة الأخلاق بمكافحة الإدمان وإيه علاقة الأخلاق بإزاحة الإدمان من حياتنا وعشان كده لازم نقول إن إحنا مش بس عايزين نهتم بالأخلاق في قضية التنشئة فقط بل عايزين نهتم كمان بالأخلاق في قضية التعافي وذلك أنا عندي منظومة اسمها منظومة المكافحة والتحصين ضد الإدمان وكمان عندنا منظومة أخلاق التعافي من الإدمان تعالوا نشوف الأول أخلاق اللي بتخلينا تعافى اللي خلينا نتحصن ضد الإدمان أول حاجة منظومة الأخلاق اللي بتساعدنا على إن إحنا نتحصن ضد الإدمان الخلق الأولاني أو القيمة الأولانية هي قيمة المسئولية فالتنشئة اللي فيها إفراط في الدلال وعدم التنشئة على قيمة المسئولية بتترب الإنسان على الهشاشة فالمسئولية هي اللي بتخلي الإنسان إنسان صلب إنسان عنده سمود نفسي والإنسان اللي بيفقد المسئولية بيحصل على كثير من الأعباء النفسية بسبب الهشاشة اللي بتسببها له فالمسئولية بتحفظ الإنسان من إنه يشعر بقلة الحيلة والمظلومية والإحساس بالضياع وعدم موجود معنى للحياة فبلاش إن ربي أولادنا على إنهم يكونوا مدللين من غير مسئولية لأن التربية الخالية من قيمة المسئولية ممكن تخلي أولادنا يحسوا إنهم وجودهم ملوش لازمة ويتساوي وجودهم زي عدمه وممكن تساهم في زيادة النرجسية عند أولادنا ومن مخاطر مضاعفات التراب الشخصية النرجسية على رأي بعض المتخصصين إنها بتجعل صاحبها عرضة للدخول في الإدمان بأول حاجة لازم ناشئ عليه أولادنا عشان نحصنهم ضد الإدمان المسئولية تاني حاجة نحصنهم ضد الإدمان بإيه؟ بالإحترام فتربية أولادنا على خلق الإحترام وعلى قيمة الإحترام الإحترام بتنشأهم على إنهم مكرمين عند ربنا وإنهم عباد لله سبحانه وتعالى والعباد لله سبحانه وتعالى دولة في نعمة نعمة إيه؟ نعمة إنهم منسوبين إلى الله نعمة إنهم مكرمين فبيربي جواهم خلق الإحترام تجاه زواتهم فما يعرضوش زواتهم للتهلكة واتحصنهم قيمة الإحترام من الهشاشة النفسية بسبب إن صورتهم سيئة عن نفسهم وقلل ثقتهم بزواتهم اللي ممكن تكون اتكون بسبب الإهانة والضرب وإنتوا عارفين إن الإهانة والضرب في البيوت ممكن تعمل إيه؟ أو حتى العنف في الألفاظ اللي بيكون في شكل دوام الانتقاد اللازع ديهم الإحترام بيحصنهم من إن كل اختياراتهم ما يكونش فيها أذى أو وجع فيبقوا في حصن يبقى حصنناهم أول ما حصنناهم حصنناهم في الأول خالص بالمسئولية وبعدين حصنناهم بالإحترام وحصنناهم بعد كده بإيه؟ بإنهم يتعلموا قيمة مهمة قيمة حفظ الكرامة إن هو يحافظ على كرامته ودي من أكتر الأخلاق اللي بتحصن ضد الإدمان لأن الإنسان بيبقى حاسس لما يحافظ على كرامته إن هو مكرم عند الله سبحانه وتعالى فدائماً بيصون كرامته وبيختار اختيارات ما تعرضوش للمعهانة وما تعرضوش للوجع وما تعرضوش للشدة ويبقى دائماً قدام عنه إنه عليه إنه يصون الكرامة دي ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يعرض نفسه إلى ما لا يطيق آه يحفظ كرامة نفسه ما يعرضهاش لما يطيق فيوزل ويوهان الإدمان بيعرض كرامة الإنسان للضياع فيحس إنه هو بيوهان وخاصة لما يبتد بقى يسرق ويرتبك بالحماقات من أجل تحصيل الأموال للمخدرات وكل ده الخلق والقيمة اللي بعد كده الرشادة والرشد والرشادة والرشد قيمة مهمة لابد نعلم أولادنا دايما عليها الرشادة والرشد هو التجل الحقيقي لفكرة الاتزان ولذلك إلا حاصل لازم نعلم أولادنا إنهما يبحثوا عن الرشادة والرشد الرشادة والرشد هو إن الإنسان يكون صالح في دينه وصالح في معاملاته والتعامل مع الموارد والرشادة في التعامل مع الاحتياجات من أهم حصون الإنسان ضد أي نوع من أنواع الإدمان شوف الرشادة اللي بيتكلم عنها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قولي صلى الله عليه وسلم فحسب ابن أدم لقيمات إن يقوم لسلبة شوف الرشادة ولا الله سبحانه وتعالى لم يعلمنا وكلوا أشربوا ولا تسرفوا رشادة فلازم عشان نتخلق بالرشادة في التعامل مع الاحتياجات لازم نعرف ثلاث حاجات لازم نعرف إن احنا بنحتاج في احتياجاتنا إلى أقل القليل ونحتاج إلى أقل القليل من احتياجاتنا وده ينطبق عليه على كل شيء بلا استثناء ده المعنى الاحتياج اللي احنا بيمبني عليه حياتنا لكن احنا قد نحتاج إلى أشياء أخرى للاستثمار لكن في قيام حياتنا نحتاج إلى أقل القليل مش محتاجين كل الحاجات اللي احنا بنجمعها ده كلا إن الإنسان اللي يطغى هذا تغيان إن احنا نجمع الحاجات دي ولوما الحاجات دي مش متوفرة عنقف ومش هنبتدي أي حاجة لا اللي معاك ده تستطيع إن انت تبتدي به فباللاحظ إن كل ما يزيد في التعامل مع الاحتياجات كل ما يزيد الضعف عنده والعبء والثقر وده شيء مهم دي أول حاجة لازم نعرفه إن احنا محتاجين عشان نبتدي محتاجين عشان نعيش حياتنا محتاجين إلى أقل القليل الحاجة التانية اللي احنا لازم نفهمها إن أي احتياج يمكن أن يدار أي احتياج في الدنيا يمكن أن يدار إن احنا بنفترض إن الاحتياج مش نقص لكن الاحتياج الصفة بتدفعنا إن احنا نكون أحسن للأمام وإن نفترض إنك أدمنت هذا الاحتياج ممكن إنك تديره يعني معنى إن أنت أدمنت حاجة خلاص مش دي نهاية العالم أنت تستطيع إن أنت تدير هذا الاحتياج وترجع تاني إلى إيه إلى حياتك العادية زي ما الراجل جه عنده احتياج ليه ليه الحياة الجنسية فقال لرسول الله رخص ليه في الزن فعلمه رسول الله إزاي يستطيع إنه يدير هذه الشهوة يدير هذا الاحتياج الحياة الثالثة اللي احنا لازم نعرفها وإحنا بتشتغل مع الاحتياج زي ما احنا عرفنا إن احنا تجيين قليل قليل وإن احنا نستطيع إن احنا ندير احتياجنا كذلك لازم نعرف إن نفسك لن تتركك أبداً في حالة تستطيع أن تدير فيها احتياجك بشكل فعال فعشان كده ما تستعملها لإن نفسك هتفضل تضغط عليك لغاية ما تخليك تقر بإنك أنت من غير مبالغة في الاحتياج مش هتقدر تعيش حياة سعيدة كمان من الأخلاق المجتمعية اللي مهمة لنا وإحنا بننشأ أولادنا على مكافحة الإدمان إحنا تكلمنا عن خلق المسئولية تكلمنا عن عدة أربع خلق الخلق الخامس ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه هو خلق الرحمة اللي منها الدعم إن احنا ندعم بعضنا إن منها التفقد ما سيبش أولادي أتفقدهم إن منها الاهتمام والمسندة وكل دي ألوان من أشكال وألوان من الرحمة اللي بيحس بيها لإنسان إن هو في أمان وفي دفئ وإنه مش لوحده حتى يصل به حال إن هو يحس إن هو مهما وقع في أزمة ففي حد معاه وإنه مش لوحده وإنه مهما حصلت له مشكلات فهو يقدر يواجهها لإن معاه الداعب والمساند والمشير عليه اللي بيخليه بالاستشارة دي يكون أحسن وعشان كده مش هيلجأ للإدمان لإنه مش محتاج إن هو يملأ الفراغ اللي عنده الفراغ اللي سببه عدم موجود حد حواليه مش محتاج إن هو يملأه لإن فيه ناس كتير حواليه يبقى لما أولادنا يحسوا إن المشاكل أكبر منهم وإن محدش حواليهم ساعتها هيروحوا للإدمان لكن لما يحسوا إن المشاكل حتى لو هي أكبر منهم عندهم الداعم والمساند مش هيلجأوا للإدمان ولا هيحسوا بإن هما بناء أدمين مقدمهم شغل إن هما يغرقوا في الاعتمادية ويغرقوا في الاتكال وفي ساعتها هيروحوا للإدمان ولكن هايحسوا إنهم قدرين يقوموا بأدوار وقادرين ينتصروا على ده وعشان كده شوفوا حظة النبي وبيعلمنا إزاي يدعم بعضنا بعضا ويقول لنا لا تكن عونا للشيطان على أخيك وبيعلمنا صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه خلوا أولادنا يعيشوا على هذه القيم قيمة المسئولية وقيمة كل هذه القيم الخمسة اللي احنا تكلمنا عنها وساعة ما يعيشوا على القيم الخمسة دول يبقى احنا حصلناهم تجاه الإدمان أول حاجة لازم نعرف إن القيم الخمسة دول هي قيم تمثل الأركان والحصون لأولادنا وعايزين نعيش معهم بهذه القيم عشان نقدر نعيش بها ونعيشها معهم ويبقى دوة نوع من أنواع ساحة الرحمة وساحة اللطف وساحة الكرم اللي ربنا سبحانه تعالى بيجعلها تسر من واحد فينا للتاني ويكون سبب من أسباب إن هو يحصنه أمام نفسه ويحصنه ويكون عونا لي وما يوقعوش أبدا في الظلم وساعتها بيكون بينصره تجاه ظلم نفسه لي أو بينصره لو كان ظالم لنفسه وساعتها بيكون الواحد مننا لأخيه كالبنيان يشد بعضه بعضا في الخامس قيم دولة نقدر نشأ أولادنا محصنين تجاه الإدمان يا رب وفقنا وجعلنا من أهل التوفيق والسداد وجعل على هذه القيم حصن لقلوبنا وقلوب أولادنا وحصن لحياتنا كلها من أن نقع في الإدمان كلمنا يا رب كون في عوننا واحفظنا من كل مكروه سوء ببركاتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين نسألك مددك ونسألك عونك لنحصن مجتمعنا من كل مكروه وسوء وعلى رأس هذه المساوئ مساوئ الإدمان والضياع يا رب احفظنا بنورك وأكرمنا بفضلك وحصننا دائما بالقيم وبنور الأخلاق يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ألهمنا رشدنا يا رب العالمين فاصل ونرجع تاني لحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم مباركة ويفضل مجلس النور ومجلس العلم ومجلس الزكر مستمر عشان احنا مع بعض على صفحتنا وكمان في مجالسنا بنتنور بأنوار ذكر الله لنا وتعليم لنا ما ينفعنا ويصال لنا النور والبركة والفتح تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا بيقول إيه؟ السؤال الأولان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا متزوجة من 14 سنة بعد قصة حب طويلة بس الحب تحول لكره ليه يا فالله الشر زوجي يعتبر ضيف معانا في البيت حضرتك اتكلمت عن الخرس الزواجي آه اتكلمت عن عنكر عندنا أنا أسميه الموت الزواجي مش بيهون عليه يتكلم معانا في أي حوار خاص أو عام ولو اتكلمت يرد على قدي السؤال وبس وزاد ظلم ليا من بعد وفاة والده هو كان أكتر واحد قريب لولده فكل ما تحصل مشكلة بنا واتكلم معاي يقولي من بعد والدي أنا مش باقي على حد ده غير موضوع للقهوة بيقضي فيها يا ساعات مش الأول اللي هي الأول اللي بتشرب ده الأول اللي بتقاد عليها آه أنا مش باقي على حد ده غير موضوع القهوة بيقضي فيها ساعات أكتر من وقته معانا في البيت يارد تدلني على الصواب لأن الموضوع بيتطور في المشاكل صح موضوع بيتطور في المشاكل لأن المسألة ما بقتش سهلة لأن المسألة بتتعقد أنا متصور أن زوجك أول حاجة لابد أن أنت تعرفيها بشكل واضح أن زوجك كان أنت بتكلمين على الوقت ده ما تتكلمينش على طول التلاتاشر سنة زوجك كان محتاج دعم عشان يتعامل إلى ما يسمى بصدمة ما بعض الفقد يعني زوجك لما فقد والده كان محتاج يتحصل له دعم نفسي دعم نفسي ليه؟ لأن كثير من الأبناء بيكون ولدهم هو السند بتاعه والظاهر بتاعه وهم شايف أن حياته تنفع من غيره فلما بيفقد الأب بيفقد معنى الحياة أو بيفقد معنى السند فبيحس أنه هو في الحقيقة بيحصل واحدة من ثلاثة أو ساعد بيحصل الثلاثة أو اثنين منهم يحصل إيه؟ يحصل أنه فقد أي وازع قيمي أو أخلاقي يمنعه من أنه يرتكب الأخطاء عارف حضرتك أو حضرتك إزاي ما يكون واحد كده اللي كان منعه عن الغلط راح فبيقع بقى في أخطاء فادحة ويبتدي يعمل أشياء في غاية القبح وفي غاية السوق ليه؟ لأنه ذهب المعنى اللي كان بيمنعه من الشر فكذلك الحديثة رسول الله سلام لما جاه للراجل عشان يجعله وعنده وزع ديني أو وزع مجتمع يمنعه من الخطأ الديني قال له إيه؟ هل ترضاه لأمك؟ آه ففيه جزء من الوازع المجتمعي بيساعد الإنسان على أنه يعيش حياته الدينية بشكل صحيح فإيه اللي حاصل؟ فكان وحما حضرتك بالنسبة لزوجك أحد أهم الموانع من أن يقع في الخطأ فهو جاي يقول إيه؟ أنا بعد والدي أنا ما عنديش أي حاجة تمنعني من أن أنا أقع في الخطأ لأن والدي ده أتوالي كان بيساعدني هو الداعم هو السند هو الظاهر اللي كان عندي أنا أقول لكم أقول لي حضرتك سر شوية قد يكون معقد وقد لا تفعامه كثير من النساء الست لما بيموت والدها وبيكون هو دعمها وسندها وضاهرها وخاصة إذا كان والدها كان نموذج رائق ومهم جدا في التربية وربها على الكرامة وربها على الحنان وربها على المسندة فلما بيموت والدها بتبقى منتظرة حاجة مهمة جدا جدا من الزوج بتبقى منتظرة إيه؟ إن الزوج يقوم بدور والدها يعني إيه؟ ينتهي في المهملة معها مما انتهى معها والدها يعني إيه؟ يشوف حنية والدها كان معها زي ويكون حنين عليها بنفس الطريق أو على الأقل يسند على صدمتها إنها فقدت هذا السند وهذا الداعم وهذا الجبل من الحنية أيها بتبقى منتظرة ده وساعات لما الزوج ما بيعملش الكلام ده بتشيل في قلبها جدا وتزعل منه جدا لأنها كانت متوقعة ومنتظرة إن هو يحل محل والدها في مسندتها وفي حمايتها وإذا عمل ده بيملك قلبها وتبضل طول حياتها مدينة له في الكرم والجميل ده حتى ولو ما قالتش ده بتبقى حاسة بالجمل ده الغريبة بقى والله أنا لاحظته إن في كتير من الأحيين الرجالة الأزواج بيبقوا منتظرين من الزوجات إن هي تقوم بنفس الدور ده إن إيه اللي حاصل أنا فقدت أبويا لكن ياريت تكون أنت أمي اللي بتطبطب علي وحاسة بقى دي أنا موجوع لإن أنا فقدت سندي وفقدت الدعم دي فهي لو قامت بالدور ده دور الأم في اللحظة دي بتملك قلب جزء فأنا بأنصح حضرتك إن أنت تحاولي بقدر الإمكان إن أنت تقوم بدور الشخص المساند اللي بيطبطب على زوجك هتقولي يا طبطب عليه إزاي ده راجل ولا سائل فينا ورمينا ولا مهتم بينا خالص أيوة هو بيعمل كده لأنه هو بيحاول يملى الفراغ اللي تطب عليه فقده لولده فإذا الفراغ ده اتمال بحب وبحنان وأنا أشوف إن الكلام ده وقت لو قمتي حضرتك به وقام كمان به أولادك أولادكم يعني ده هيغير من شخصية الزوج جدا 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 لأنه حاسس دلوقتي بتيها آه بس أنت بتقولي ده الكلام خرص الزواجي ده مبتدي الموت الزواجي ده مبتدي من زمان مبتدي من زمان لأنه هو حقيقي يعني هو مش لقي نفسه هو حاسس إنه هو مالوش دور ما عندوش مسئولية وأنا خايف ما تحضيك بس ما تستعجليش عليه أنا خايف إن أنت تكوني دعمتي ده إنه لما لقتيه أنت مش قايم بدوره كزوج أنت رحت قايمة بدور الأب والأم الاثنين مع بعض فهو قصر فأنت قلت له خلاص خليك مكانك والله ما تيجي فقالك طب خليني مكاني يعني أنت بتهمشيني طب خلاص أنا ههمش نفسي صحيح الكلام ده مش صحيح ولا أنا موافع عليه لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعور لكن إحنا دلوقتي بنحل أنت بتسأليني بتستشريني أول ما باسمع كلمة أول ما باسمع كلمة أعمل إيه أنا في حالي ده وإدارة تدلني على الصباب فبقى فهم إن أنا مش مسؤولة عن فتوى بس أنا مسؤولة عن فتوى وعن استشارة فأنا بقول لحضرتك حضرتك لو سمحتي محتاجة طب طبي على جوزك تحن عليه وأولادك محتاجين يحسسوه بإن هو مهم في حياته وإن هو دوره في حياته مدور مهم جدا 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 الأمر الثاني إحنا بحتاجين جلسة جلسة بنعمل إيه جلسة بنتكلم فيها عن كل أوجاع الماضي اللي بيننا وبينه ونحسسه إن إحنا بنتكلم في الجلسة دي عشان نبتدي صفحة جديدة ونتكلم في الساعة دي وبعدين نطفق كلام ده ونرم الماضي وراء ونتفق إن إحنا نتكلم مع بعض كل يوم وليأكل نص ساعة نتكلم عن المستقبل والسعادة نتكلم عن المستقبل والسعادة ساعتها جوزك مش يلاقي مكان أحسن من البيت يقعد فيه هو بيروح لأصدقائه وتلاقيه في النص بيسهم كده وبعدين هم بيدحكوا يقولوا له تعالى عن قولك حاجات تشغيل لك فراغك إحنا مش هنشغله فراغه إحنا هنخليه استثمر حياته كلمي زوجك كده إن إحنا مش هنملاق لك فراغك إحنا هنخليه حياتك ليها إيمة عظيمة لإن أكتر أرض ممكن تزرع فيها هو بيتك أكتر مكان ممكن تحصد منه هو بيتك وعشان كده إحنا جاهزين إن إحنا نشاركك إن حياتك تبقى أعظم لإن أنت أهميتك في حياتنا مهمة قوي وبقي نفسك تقولك بقى هو بعد ما عمل ده كله أنا أسمح وأروح أقف جنب وأعمل كده أنا دايما في المشكلات ما بيدورش على ميني السبب لكن بدور على ميني الحل لإن حضرت النبي علمني أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام وخليك أنت أهل الخير وأهل الثواب العظيم وكفى أن الله سبحانه وتعالى جعلك سبب من أسباب الهداية حضرت النبي قال لسيدنا عليه لإن يهدي إلى الله بك رجلا واحدا خيره لك من حمر النعم فمن بالك أن الرجل اللي أنت ربنا يجعلك سبب لهدايته ده هيكون زوجك والثواب يتضاعف ولازم نعرف كده أن زي ما الثواب يتضاعف من أجل عظم المكانة وعظم الزمان زي ما بيحصل في رمضان كمان الثواب يتضاعف لعظم الإنسان زي ما بيتضاعف لو الواحد فينا كان ده سبب لدعم أهله وقصرته أنا بنصحك أن أنت تعملي ده وربنا سبحانه وتعالى يضعف لك الثواب يا سادة إحنا تكلمنا النهار ده إزاي نحصن نفسنا من تجاه الإدمان وتكلمنا عن خمس قيم لو الخمس قيم دي كرسناها في نفسنا وكرسناها في أولادنا الخمس قيم دي تعي يكونوا حصننا تجاه الإدمان تعالوا نبني قاعدة واربع جدران ليه عشان نحصن قلوبنا وحياتنا تجاه الإدمان حصنوا نفسكم وقلوبكم من الإدمان بالمسؤولية ودي خلوها القاعدة المسؤولية القاعدة ويعملوا أربع جدران الاحترام وحفظ الكرامة والرشد والرحمة إذا عملنا الخمس حاجات دول إحنا يا سادة حصننا نفسنا تجاه الإدمان يا رب إجعلنا مسؤولين يا رب العالمين إجعلنا من أهل المسؤولية وجعلنا من أهل الاحترام وجعلنا يا رب من أهل الرشاد وجعلنا يا رب من أجل حفظ الكرامة وجعلنا يا رب من أهل الرحمة وحصن قلوبنا من أن نبالى أو أن نفرط أو أن نفرق وجعلنا يا رب ممن يحسنون شكر نعمتك ويعيشون في حسن موادتك ويظلون دائما وهم متأقنون أنهم في حضرتك فلا يخرجون أبدا إلا وهم شاكرون لنعمتك يا رب العالمين رزقنا شكر نعمتك واجعلنا دائما في حسنك يا حفيظ يا كريم يا ودود يا رب العالمين